جماعة البيتكوين ارتفع بشكل جنوني حاليا في ناس الآن كثير على دكة الاحتياط يسألوا نفسهم هل المفروض بأنه يدخلوا حاليا عند هذه المستويات المرتفعة ويندموا إنهما ما اشتروا البيتكوين عند مستويات أو أسعار منخفضة اليوم راح أتكلم عن إشياء حركة البيتكوين القادمة وهل راح نستمر بالصعود للأعلى أو هل راح نحصل على هبوطنا وإنعكاس بطيء وبعدها نبدأ بالهبوط مرة أخرى فرح أتكلم جماعة عن السبب لشنا الآن قاعدين تحصلوا على هذه الارتفاعات الهائلة في سوق الكريبتو رح أتكلم عن صفقاتي وكل الأشياء اللي لازم تعرفوها علشان تدخلوا أرباح من فضاء اللونة الرقمية فأتأكدوا جماعة بأنكم تظلوا معي من البداية إلى النهاية معلومات مهمة جماعة جداً هنا في فيديو اليوم مرحبا بكم مرة أخرى يسمى من صور قدم لكم فيديوهات عن اللونة الرقمية كل يوم وعلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا أنت جديد على هذه القناة اضغط لزر الاشتراك وفاعل الجرس الآن طيب جماعة قلنا نبدأ هنا الآن مباشرة على فريم الأرباح ساعات هنا في البيتكوين تقدروا تشوفوا بأن الأشياء جنونية تماماً وأمس كنا هنا عند هذا المستوى عند تقريباً 30.600 دولار ووصلنا إلى 31.300 دولار وبعدها أمس مساءاً شفنا هنا هذا الارتفاع الهائل إلى خط البرتقال هنا العريض عند 33.100 دولار وتقدروا تشوفوا هنا كيف بأنه مستوى الدعم والمقاومة يتم احترامها وهذا المستوى هنا حاول بأنه يضغط ويدفع سعر البيتكوين الأسفل لأنه تقدروا تشوفوا بأنه في الواقع الارتفاع هنا الأولي كان إلى مستوى 35.000 ولكن هذا المستوى هنا ضغط على السعر وهبطنا إلى تحت هذا المستوى تماماً عند 33.100 دولار وبعدها حاولنا هذا المستوى هنا إلى مستوى دعم وحصلنا هنا على ارتفاع هائل الآخر إلى أعلى من مستوى 35.000 دولار ونعم تقدروا تشوفوا هنا بأنه إحنا الآن أسفل هذا الخط البرتقالي وتقدروا تشوفوا جماعة بأنه الأشياء شكلها بولج للبيتكوين والمستوى التبع هنا طبعاً هذا هنا كان يحاول بأنه يدفع البيتكوين الأسفل ولكن الآن لحسن الحظ هذا حولناه إلى مستوى دعم فيعني من الناحية الفنية كل شيء الآن لسه يمشي بشكل جيد جيداً هنا للبيتكوين وكمان على الفريم الأسبوعي وعشان كده جماعة أنا كنت قاعد أقول لكم على هذا الشيء هنا في خلال الأيام الماضية بأنه على الفريم الأسبوعي في كان عندنا خط المقاومة هذا هنا وبوم كسرنا وحطمنا هذا المستوى فهذا جماعة هنا كمان على الفريم الأسبوعي بمعنى أنه لسه باقي هنا معظم الأسبوع إلى أن نغلق هذه الشمعة الأسبوعية فيعني لسه ممكن نحصل هنا على ارتداد وانخفاض آخر فلازم بأنه نكون هنا حاضرين ولكن الموفينج أفرجس إحنا عارفنا جماعة بأنه في الوقت اللي أغلقنا فيه هذه الشمعة الأسبوعية فوق الموفينج أفرجس فكان شيء حتمي بأنه إحنا راح نحصل على ارتفاع كبير كمان ونفس الشيء إذا قدرنا بأنه إحنا نغلق هذه الشمعة الأسبوعية فوق هذا الخط الأحمر فهذا معناته بشكل كبير بأنه إحنا راح نحصل على ارتفاعات أخرى كبيرة للبيتكوين الأشياء شكلها جيدة جماعة والسؤال هو إذا أنت على دقة الاحتياط الآن فإيش اللي ممكن تعمله إذا أنت مستني علشان تشتري البيتكوين إذا ما انتبهت على كل الفيديوهات اللي تكلمت فيها عن أن الأشياء راح تكون جنونية للبيتكوين وبالذات إذا شفتم هنا على تشارتات المدى الطويل طيب خلونا نشوف هنا على تشارتات المدى الطويل طبعا هذا هنا تشارت الدورات وتوقعيه لإيش اللي أعتقد بأنه راح يحصل شوفوا جماعة هذا هنا الصندوق أو الخط الأزرق تقدروا تشوفوا هذا التماسك وبعدها بعد هذا الخط الأخضر نشوف أو نحصل على ارتفاعات هائلة للبيتكوين وهنا هذا الخط تقدروا تشوفوا هنا تماسك وبعدها بعد هذا الخط الأخضر حصلنا على ارتفاعات هائلة ونفس الشيء هنا تماسك وبعد الخط الأخضر ارتفاعات هائلة والآن إجماعة هذا هو توقعي منذ السنوات الماضية بأنه راح نحصل على تماسك داخل هذا الخط الأزرق وبعد هذا الخط الأخضر راح نحصل على ارتفاعات هائلة ولكن الفرق الكبير مقارنة بالدورات السابقة وهو أنه أعتقد بأنه راح يتم الحصول على أرباح كبيرة أو معظمها داخل هذا الصندوق الأزرق لأنه كل الناس راح يكونوا يلقوا النظر هنا على هذا وشافوا بالطبع نفس الشيء اللي شفناه في السابق فرح يحاولوا بأنهما يدخلوه بشكل مبكر قبل هذا الخط الأخضر اللي هو ببساطة يعتبر تنصيف البيتكوين فهذا هو اللي يتوقعه وإلى الآن الأشياء شكلها جيدة القاع عملت هنا عند مستوى 23 ألف دولار قلت ما أعتقد بأنه راح نهبط تحت هذا المستوى هنا داخل هذا الخط الأزرق إلى الآن طبعا لسه متماسك بشكل جيد جدا فاقتربنا هنا من هذا الخط ووصلنا إلى مستوى 25 ألف دولار وهذا هنا عند 24 ألف دولار فيعني كنا قريبين جدا من هذا المستوى ولكن إلى الآن هذا المستوى لسه متماسك وكل الناس اللي جمعوا هنا لما كنا قريبين من عند هذا الخط الأحمر بالنقاط فدخلت أرباح كبيرة كمان فإذا كنت تبحث عن نقطة دخول البيتكوين وتفكر بأنك تدخل في البيتكوين ولكن هذا ارتفع هنا بشكل سريع لأنه نعم يا جماعة هذا هنا ارتفاع جنوني وتذكروا جماعة ولازم تفهموا بأنه كل الأشياء الجنونية هو القوية مش للأبد يعني لأنه تشوفوا جماعة هنا مثلا على الفريم الأسبوعي تقدروا تشوفوا هنا بأنه في عندنا شمعاتها إلى خضراء وكمان تقدروا تشوفوا هنا على هذا اللي تشارت في عندنا هنا شمعات خضراءها إلى البيتكوين فتذكروا جماعة بأنه هذا هنا ما راح يكون ارتفاع صاروخي متواصل بشكل مستمر على الفريم الأسبوعي وإذا شفتم هنا على شيء مثل اللي شفناها في السابق يعني حتى هنا في هذا الوقت تقدروا تشوفوا بأنه حصلنا هنا على شمعات خضراء أسبوعية متواصلة ولكن بعدها حصلنا على ارتداد وانخفاض وحتى كمان في هذا البولرون في الارتفاع الهائل هذا هنا يبدو هنا على الفريم الأسبوعي تقدروا تشوفوا بأنه كل شيء كان ماشي بشكل صاعد بخط مستقيم ولكن في الواقع إذا شفنا هنا على الفريم اليومي خلونا نرجع هنا إلى نفس الوقت فتقدروا تشوفوا بأنه هذا هنا في الواقع ما كان خط مستقيم لا كان في الواقع ارتفاع وبعده نحصل هنا على ارتداد مثل هنا 10% حصلنا هنا على ارتفاع كبير وبعده حصلنا هنا على هبوط بـ 17% حصلنا هنا على ارتفاع وبعدها حصلنا على انخفاض بـ 12% وحتى هنا حصلنا على ارتفاع وبعدها انخفاض بـ 11% فتقدروا تشوفوا هنا كيف يستمر هذا الشيء ارتفاع هائل وبعدها ارتداد 18% ارتفاع كبير وبعده انخفاض وارتداد 30% وهذا جماعة هنا في أحد البول ماركتز القوية في تاريخ البيتكوين حتى هنا كمان تقدروا تشوفوا هنا انخفاضات صغيرة هنا 10% هبوط وهذا هنا تقريبا 7% وهنا هذا كمان الانخفاض الكبير 26% انخفاض من القمة فهذا هنا كمان بعده انخفاض اخر وهذا هنا 13% انخفاض وبعد كده دخلنا هنا في البير ماركت فاللي ممكن تتوقعوا يا جماعة وهو انه حتى على الرغم من انه ارتفعنا هنا او قاعدين نمشي بشكل مرتفع وجنوني فممكن تتوقعوا بانه راح نحصل على انخفاضات بـ 12-15-20 او حتى 25% واذا كنا راح نحصل على ارتداد وانخفاض من عند هذه النقطة خلونا نقول هذه هنا بداية الانخفاض فيعني هنا 12% هبوط راح يرجعنا الى مستوى 31 الف دولار وانخفاض بـ 15% راح يرجعنا الى تحت 30 الف دولار واذا 20% فهذا راح ياخذنا الى 28 الف دولار واذا حصلنا على انخفاض بـ 30% فهذا راح يكون 25 الف دولار في البيتكوين فدائما يا جماعة دائما راح يكون في عندنا هذه الانخفاضات ولكن زي ما انا قاعد اقول منذ فترة طويلة وهو انه يا جماعة لازم بانه يكون عندكم استراتيجية انا دائما اشتري كل هبوط وكل ارتداد يحصل في البيتكوين هذا هي استراتيجيتي هذا هو اللي انا اعمله وهذا هو اللي اوريكم اياه على القناة فلازم تفهم يا جماعة بانه اذا انت فقط قاعد على دكات الاحتياط فتأكد بانك تتحرك لما يكون في انخفاضات ولازم تجمع اكثر اذا انخفضنا اكثر واذا استمرنا هنا بالارتفاع بشكل مستقيم فعادي ما في مشكلة لانه الانخفاضات راح تحصل بكل تأكيد فاذا انت عايز تجمع البيتكوين فنوعا ما هذه ممكن تكون استراتيجية تقدر تعملها وبالنسبة للاثريوم فتقدروا تشوفوا بانه حاليا احنا هنا نرتاح على مستوى الدعم عند 1800 هو 7 دولار وبالنسبة الاسواق التقليدية وانتو كمان عارفين طبعا مدى اهمية الاسواق التقليدية وقتلكم جماعة كمان امس بانه اذا هذا المستوى الاحمر مسك سعر الاسواق التقليدية فهذا هنا ممكن يعطينا زخم اكثر للاعلى وبالفعل نقدر نشوفينه بانه مسك السعر على الفريم اليومي طبعا حصلنا هنا على شوية هبوط تحت هذا الخط بشكل سريع ولكن في نهاية اليوم هذا هنا الخط مسك وحصلنا هنا على اغلاق للشمعة فوق الخط وكمان حصلنا على ارتداد وارتفاع من عند هذا الخط فهذا هنا اعطانا مساحة اكثر للبيتكوين واثقة اكثر للبيتكوين فجمع كل شيء تكلمنا عنه في السابق قاعد يتوافق الان للبيتكوين وكمان تقدروا تشوفوا هنا بانه البيتكوين يتغلب على معظم العملات البديلة البيتكوين مرتفع هنا 10% وبقية العملات البديلة يعني مرتفعة بـ 3% الى 7% بعضها كمان مرتفعة بـ 20% وـ 71% ولكن هذه هنا طبعا تعتبر حالة خاصة ومعظم العملات البديلة مرتفعة بـ 2% و 3% و 4% فيعني البيتكوين هنا قاعد يمتص معظم السيولة من السوق حاليا طيب خلونا نتكلم الان هنا على بعض الصفقات بالنسبة لبوطات التداول فمبروك لكل شخص استخدم هذه البوطات هنا فحاليا مرتفعة بين 30% الى 72% حاليا فيعني أرباحها الى هنا في بوطات التداول وكالعادة جماعة بالمسبة كمان رح عمل تحديث لمجالة التداول هذه هنا وكمان اعتقد بانه هذا هنا ممكن يكون شيء مشوش هذه هنا الطلبات تم تحويلها لانه اذا تذكروا جماعة فقبل فترة انا حولت بعض هذه البوطات حتى للرغم انه كانت بأرباح الى انه حولت بعض هذه الصفقات الى صفقات لفرج والان صفقة البيتكوين حاليا هنا الان تأخذ الارباح ولكن صفقة الاثريوم لسا منخفضة هنا بسالب 5700 دولار ولكن هذا هنا كان بصراحة قريب من اخذ الارباح كان المفروض بانه ياخذ الارباح عند 1882 دولار ووصل هنا في الاثريوم في الواقع الى 1552 يعني كان يبعد فقط بـ 30 دولار من مستوى اخذ الارباح فرح اعمل تحديث لهذا الملف ولكن لكل الناس وبالمناسبة جماعة بالنسبة لصفقتنا في البايبت فطبعا راح اطلع هنا من هذه صفقة الاثريوم طبعا حاليا الان هنا منخفضة بسالب 10 الف دولار طبعا احنا ارد اخذنا ارباح 53 الف دولار فيعني مش عايز اني اخسر كثير من هذه الارباح لان نشوفه جماعة هذا هنا الشيء حصل بشكل سريع جدا زي ما انتم عارفين كان في عندي هنا بعض صفقات الشورت عند 1730 وكمان 1760 دولار فاضفت صفقات شورت صغيرة هنا عند هذه المستويات ولكن نقدر نشوف هنا بانه السعر ارتفع بشكل كبير وسريع بسبب الاخبار البوليش اللي راح اتكلم عنها بعد شوية ولكن الاخبار البوليش كانت قوية ونقدر نشوف هنا بانه بالفعل ارتفعنا بشكل صاروخي في هذه المستويات طيب فرح انقص هذا هنا راح اطلع بشكل تدريجي راح انقص هنا 75 لا في الواقع احنا الان نعم عند مستوى دعمنا فخلونا نقص هنا بشكل تدريجي راح اغلق هنا 75% من هذه الصفقة ورح اخلي جزء من هذه الصفقة هنا مفتوح يعني في حال اذا ارتفعنا بشكل كبير فممكن بانه ادخل بشورت ولكن اكيد يا جماعة السبب ليش انا قادر بانه ادخل صفقة شورت وهو لانه اكيد انا اردي جمعت كميات كبيرة من البيتكون والايثيريوم فيعني قاعدة ترتفع على اي حال فيعني هذا هنا ما يضر بانه ادخل هنا بصفقة شورت على المدى القصير وتقدروا كمان تشوفوا هنا بانه عند اغلاق 75% من الصفقة تخلينا هنا على بعض الارباح فيعني حاليا الان مرتفعين فقط ب45 ألف دولار ارباح في هذه الصفقة ولكن هذا هو الواقع ومش سيئة 45 ألف دولار ارباح في خلال فقط يومين طيب اذا عايز تدول بنفسك سواء كانت في هذه البوتات المربحة او حتى الصفقة الرابحة هذه هنا في البابت فجماعة انا راح استمر طبعا بمشاركات معكم هذه الصفقات كالعادة وراح اعمل تحديث لهذا الملف كمان ولكن تأكدوا جماعة بانكم تنزلوا الى صندوق الوصف لهذا الفيديو الان واذا عايز تدولوا على البابت فتقدروا تحصلوا على بونس 30 ألف دولار اضغطوا على هذا الرابط الان وتقدروا تطلبوا هذا البونس هنا 30 ألف دولار وعلى الأوكي اكس هذا هنا يصل الى 60 ألف دولار هذا طبعا جماعة فقط لمدة محدودة لانه هذا هنا فقط متوقع لكم يوم فتقدر تحصل على البونس 60 ألف دولار عن طريق هذا الرابط اضغط على جون ناو انضم الان واذا عايز تستخدم بوتات تدول هذه هنا اللي هي رابعة حاليا بشكل كبير جدا فانزلوا هنا الى صندوق الوصف لهذا الفيديو مرة اخرى واضغطوا هنا بضغطة زر واحدة تقدروا تعدوا كل هذه البوتات ولكن هذا اكيد طبعا بعد ان تكونوا مسجلين خلاص في منصة الأوكي اكس طيب ايش هو السبب ليش قاعدين نحصل على هذه الارتفاعات الكبيرة تم نشر تقارير بانه البلاك روك راح يبدأوا بتجميع البيتكوين الى الاتف تبعهم في نهاية اكتوبر سواء كانت يعني كميات صغيرة او كميات كبيرة ما نعرف ولكن راح يبدأوا بتجميع فهذه هنا في الواقع جماعة تعتبر اول مرة ممكن تبيع فيها على المؤسسات وهذا بسبب تنظيم الاس اي سي بانهم ما يقدروا يشتروا البيتكوين قبل ان يعلنوا وقبل ان تم اطلاق اول موافقة على الاتف تبعهم لان هذا في الواقع هنا اللي حاولت فايداليتي تعمله حاولت بانه تشتري البيتكوين وتجمع البيتكوين قبل اطلاق الاتف تبعهم ولكن الاس اي سي طلعت واجبرتهم بانهم ما يبيعوا البيتكوين تبعهم فهذه هنا اول مرة ببساطة نعرف فيها بشكل مؤكد بانه المؤسسات اشتروا هنا البيتكوين وتقدروا تشتروا البيتكوين قبلهم فيعني مش احرف ليش الناس لسه مترددين في شراء البيتكوين طبعا احنا اكيد عند مستوية مرتفعة ولكن ليش كانوا الناس مترددين من الشراء هنا عند 27 و28 ألف دولار مش متأكد ولكن راح نشوفها جماعة هنا على الموافقة على الاتف في النهاية اكيد وبعدها الفومو تبع المؤسسات راح يبدأ طيب غير كده في عندنا في الواقع هنا السهم تم اطلاقه على DTCC والسهم راح يكون IPTC اللي هي بلاك روك فهذا يعني بصراحة اسم جميل وسهل ان الواحد يتذكره فهذا هو جماعة هنا وفي النهاية اكيد راح يتم الموافقة عليه طيب خلونا نكمل اول شيء جماعة خلونا نتكلم ونشوف ايش معنى بانه الواحد يعمل سيد للاتف طيب البلاك روك ما راح يدخلوا في السيد هنا بمئات ملايين الدولارات زي ما شوفت على الموقع لا ولكن هذا معناته بانه راح يدخلوا قبل الادراج بيوم او يومين او شيء مقارب لهذا هنا ويمكن تبدأ من خمسمائة الف او يعني كمليون دولار ولكن اي شيء بعد هذا يعني لما الناس يبدأوا بالدخول بشكل كبير في الاتف فراح يحتاجوا بانه يشتروا البيتكوين لهذا الاتف ومرة اخرى هذا هنا طبعا راح يسبب فومو هائل جدا طيب معظم الحجم اللي شفناه في البيتكوين هذا في الواقع حصل على الوكي اكس فانا سعيد بصراحة انه معظم الناس على الوكي اكس كانوا او قدروا بانهم يحصلوا على بعض الارواح هنا كانوا في الجهة الصيحة لهذه الحركة فارتفاعات كبيرة للبيتكوين ومعظم حجم التداول كان على الوكي اكس فهذا هنا يوضح بانه الوكي اكس ينمو كل يوم يعدي فمرة اخرى جماعة اذا انتم لسه مش فاتحين حساب او لسه مش موجودين على منصة الوكي اكس فاتأكدوا بانكم تحصلوا او تسجلوا في منصة الوكي اكس عن طريق الرابط الموجود تحت في زندوق الوصف والى اشياء جماعة لسه للتوف تبدأ للبيتكوين حاليا على الفريم الاسبوعي على الفريم الشهري احنا جاهزين هنا لاشياء جنونية فجماعة تأكدوا بينكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس الان الى تحبوا هذا المحتوى وراح اشوفكم في الفيديو القادم